الدراما المصرية في عصر السوشيال ميديا كل واحد فينا بقى ناقد وانتوا مأكيد متابعين الحكاية دي مدام حضرتك معاك موبايل تتفرج على المسلسلات فطبيعي جدا الناس على طول بتقع التعلق فبقى يعني بيكتب على السوشيال ميديا أو المتردد على السوشيال ميديا طول الوقت بقى هو كمان ناقد حتى لو كان رأيك ده مش مستند لأي ثقافة فنية أو معرفية وبالتالي بقى مؤسم الدراما دايما بيبقى في كده سباق كبير بين النقاد السوشيال ميديا وايضا ما بين النقاد اللي احنا عارفينهم يعني الدارسين ودارسين للنقد الفني ومن خلاله خلال السنين اللي فاتت بقت يعني اللي لفت انتباه صناعة المحتوى والدراما انه هما كمان ناس كتير بدأت تقدم برامج على اليوتيوب وفيها كمان الناس بدأت يحلله ويطلع يتكلم عن المسلسل وعن الأبطال وعن الحبكة الدرامية وعن لو كانت المقدمة دي أو دي وبالتالي يبدأوا يعملوا حاجة بقينا نسميها ترند يعني تتكلم عن حاجات والناس تشايرها وبعد فيبقى الكلام اللي كلموا عليه ده ترند في حالة الجمهور دي الجمهور كله يتحول إلى سباق مين الناقد ومين اللي بيكمل وبعد عرض مثلا ده بيبدأ أحيانا أحيانا مع عرض البروموهات اللي هو التوقيت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي يبدأ كلام النقد مع البروموهات مع الأفيش مع كل حاجة كلام بدري جدا وحاجات كتير بتبدأ تحصل طالما أنت الناقد على السوشال ميديا في ضيفاتي الآن الناقدة الفنية الحقيقية والكاتبة دعاء حلمي في التسعة أهلا بيك يا دعاء أهلا بيك أنا لم أتشرفها ده أنا معيك يا أكيد ده الشرف ليه ده اللي بيحصل يعني إحنا بقى عندنا نقد عظام على السوشال ميديا يعني الناس بقت بتقول اللي هي عزاء بطبيعتها زي ما هي شايفان أحيانا بيرفع العمل وأحيانا بيكون ظالم بعض الشيء ده أكيد لأن حساباته الشخصية برضو ممكن يبقى لي حسابات شخصية ما بيحبش النجم ده فبالتالي يخصف حقه شايف ان العمل ده ما كانش يروح في الاتجاه الكوميدي كان شايف ان هو يكمل الفكرة ما تحتملش كوميديا بس هي الفكرة كلها ان مين اللي بيسق في رأي الجمهور ده فحد ذاته ان عينك على المصدقية أو عينك على ان انت سمع صوت الجمهور وفي نفس الوقت شايف العمل ده تبزل فيه مجود قد يهما يتخصفش حقه فهي دي الفرق اللي بيبقى عن الشخص اللي بيكتب بتلقائية